بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معاكم مستر أحمد البشر وإن شاء الله هنبدأ مع بعض لسون 5 في أكسس فور ألغوريثم ألغوريثم يعني من سميها بالعربي اللغة التمات واللغة التمات هو عبارة عن زي تسلسل للتفكير يعني أنت مثلا لو بتعمل حاجة معينة لو مثلا بترويق الأوضة بتاعتك فأنت في خطوات معينة بتعملها علشان ترتب الأوضة دي مش بتشتغل بشكل عشوائي الأول مثلا بتشيل التراب ففي البداية خالص بيقول لي إيه؟ إن الألغوريثم أو اللغة ريتم بيساعدك يعني فكرة وجود اللغة ريتم أو فكرة وجود ترتيب الأشياء ده بيوصلك لنتيجة مناسبة بمعنى إيه؟ فور إكزامبل لو أنت بتستخدم سرش إنجن بتستلم محرك بحسي يعني أنت مثلا دخلت على جوجل بتعمل بحس مثلا عن القطط مثلا إنت بتدور على إزاي مثلا تروح مكان معين طيب البرنامج اللي أنت بتعمل عليه بحس ده البرنامج ده عنده داتا أو عنده معلومات هو بيصنف المعلومات دي وبيرتب المعلومات دي بترتيبة معينة بحس إن يوصلك لأحسن نتيجة يعني بيشوف مثلا الناس اللي عملوا سرشة قبلك أو بيشوف الناس اللي دورت على المكان ده كانت تقصد إيه؟ إتو اليوز داتا بيز هيستخدم داتا بيز من قاعدة بيانات لأسماء ومعلومات لأسماء ومعلومات النتيجة طيب وبالتالي نقدر نقول إن أن الغراث إز سيريس هو عبارة عن سلسلة من اللي ستيبس أو ستيبس ذات إكسبلين هاو تودو تسك بتفسر لك إزاي إنك تعمل تسك معين ون يوميك أميل لما بتعمل واجبة معينة يعني إنت بتمشي بخطوات إنت مثلا بتعمل أكلة فبتشوف الأكلة دي إيه خطوات الأول بيجي من مية بتسخنها بتقطع مثلا التماطم وبعدين بتحط كذا ففي خطوات للطبخ الخطوات دي هي نوع من أنواع اللغة رتمية نوعا من أنواع اللي انت لازم تمشي عليها عشان توصل للنتيجة الصحة مجموعة من التعليمات يعني إنت لو كان فيه مفروض يبقى فيه صورة هنا بتعرفك إن فيه خطوات للطبخ مثلا يقول لي إيه لما بتنظف الأوضة بتاعتك ده عبارة عن لغة رتمة أو عبارة عن خطوات أنت لازم تمشي عليها الأول بتشيل التراب بتنظف الأسطح وبعدين بتنظف الأرضيات ما هي ديه خطوات الكمبيوتر بقى والأبليكيشنز يوز ألغوريزم فور بيرف أو تو بيرفورم سبيسيفيك تاسكس يعني الكمبيوتر بيستخدم الألغوريزم عشان يعمل شوية تاسكات بيعمل شوية إيه أشياء يعني إنت لما بتكتب على الكيبورد وبتقول له روح يبحث لي عن الكلمة دي هو بيمشي بمجموعة من الخطوات عشان يوصل لأفضل نتيجة لك في النهاية كلمة ألغوريزم هي عبارة عن خطوات بيحتفظ بيها الكمبيوتر علشان يوصلك لأحسن نتيجة خليك فاكر دايماً الكلمة دي وإن شاء الله نكمل في الفيديوز اللي جاي هنكمل بقى الدروس وأتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر أحمد الباشا باي باي